موسيقى صبح كم الله بالخير مشاهدين الصباح مفاعم بالنشاط والهمة العالية في نهاية الأسبوع اللي دائما ما يزيد فيه نشاطنا وصباح الخير يعقوب صباحك خميس صباح النور يا عيشة وصبح بالخير على كل من يتابعنا في حلقة اليوم بالفعل خميس هو متعة الأيام بالنسبة لكثير من نحن في صباح الشرقية نحاول ننتقي موضوعات تناسبهم في نهاية الأسبوع صباحكم خميس أكيد يعقوب مثل ما ذكرت أنه دائما نحن في حلقة يوم الخميس تكون مواضيعا أكيد خفيفة ناسب هذا اليوم والحين مشاهدينا خلنا نشوف عنوين حلقتنا لليوم تأثير ضخ المعلومات في تغيير سلوك الفرد انطلاق أيام الشارقة التراثية في كلباء غدا طبعا المشاهدين بالإضافة إلى أجدد الأفلام في صالات السينما طبعا مثل ما عرفتم مشاهدينا وشفنا اليوم حلقتنا بتكون متنوع وخفيفة وبنناقش أو بنركز على الموضوعات التراثية طبعا نشهد اليوم انطلاق أيام الشارقة التراثية في مدينة خرفكان وأيضا غدا إن شاء الله في مدينة كلباء ويكون هناك بث موحد طبعا أو بث حي ومباشر من أرض الحدث في القرية التراثية الموجودة في كل من مدينة خرفكان ومدينة كلباء والحين مشاهدينا ويعقوب خلنا نشوف مواضيعنا أو نشوف عنوين أو عفوا الأخبار المحلية أو الأخبار الرياضية أول خبر محلي عندي من صحيفة الخليج استشاري جامعة الشارقة يوصي بتعميم المكتبات عقدت كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة الاجتماع الأول لمجلسها الاستشاري الذي يضم عدد من المستشاريين وكبار المسؤولين التربويين والمعنيين بشؤون العلمية والفكرية والتربوية بحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة الذي أشاد بالمكان المرموقة التي وصلت إليها الجامعة طبعا هناك أيضا يكون في مكتبات إن شاء الله في كل إمارة الشارقة والمدنة التابعة لها لتسهيل المطلعين والباحثين على الكتب الموجودة إن شاء الله في هذه المكتبات نعم طبعا يا عايشة دائما تحرص جامعة الشارقة على التطور في كل المجالات سواء الزانب في الطب أو حتى الجوانب الإجتماعية أو التخصصات الجديدة التي تقام في جامعة الشارقة أكيد أما خبرنا الثاني مدني الشارقة يطلق منهاج السلامة للمكفوفين أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة منهاج السلامة للمكفوفين بطريقة برايل وهو عبارة عن منهاج يحتوي على كل المخاطر سواء كانت الاختناقات الحوادث سواء كانت في المنزل أو حتى في بيئة العمل هذا المنهاج يوفر مثلا لهم أو يحتوي على معلومات رسومات أو على طريقة أشياء رموز ممكن تسهل على القارئ من أصحاب ذوي الإعاقة فهم هذه الكلام المكتوب أو هذا المنهاج المكتوب نعم مثل ما ذكرت أنه يكون يحتوي على يعني هناك بيكون في حالات الاختناق حالات الحوادث الغاز المستخدم أو الغاز المنزلي الذي يمكن المكفوف من قراءتها وكيفية ممكن التصرف في هذه الحالات صحيح وهذا يعتبر الأول من نوعه في دولة الإمارات يعني منهاج متكامل للأشخاص من ذوي إعاقة يحتوي على رموز يحتوي على نقدر نقول رسومات تسهل عليهم فهم الصورة وأكيد تجنب هذه الحوادث نعم طبعا هذا كان خبر الثاني يا عاشا ومشاهد الكرام الآن ننتقل للخبر الثالث رحلة مجانية عبر نفق الدماغ في مدينة أو إمارة الشارقة زوار مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي ينطلق في دورته التاسعة بمركز إكسبو الشارقة في 19 الجاري على موعد مع خوض تجربة علمية مشوقة في معرض رحلة عبر الدماغ الذي ينظم بالتعاون مع المتحف الأمريكي التاريخي الطبيعي في نيويورك ويعتمد المعرض الذي يقام بصيغة تفاعلية تجمع المعرفة بالترفيه والمتعة على أحدث البحوث العلمية والتكنولوجية في القرن الواحد والعشرين الذي يوفر للزوار منظومة جديدة عن الدماغ البشري من خلال الفن الإبداعي والتصوير الشعاعي والصوتي طبعا يمكن جميل هذا أنك تتعرف على أجزاء الدماغ بشكل مفصل نعم شيء مبدع وشيء مبتكر في هذا المعرض الذي يكون لهما رجان الطفل القرائي طبعا يكون في مركز أو قاعة إكسبو الشارقة قبل أن يدخلون إلى هذا المخ أو هذا الدماغ هناك في دماغ بشري بعدين يشوفون هذا الدماغ البشري ويدخلون بجولون بين الأعصاب الموجودة بين الأشياء الموجودة في الدماغ أكيد لتعليم الأطفال الموجودين أو حتى الزوار بالأعصاب البسيطة الموجودة في الدماغ البشري والتعرف على بعض الأمراض وأكيد الطرق البحثية والطرق العلاجية لبعض الأمراض منها الزهاي مار أغيرة نعم طبعا مشاهدين بعد ما تعرفنا على الأخبار اليوم ننتقل إلى نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة في دولة الإمارات والمنطقة الشرقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شاهدنا درجات الحرارة المتوقعة مشاهدين الكرام بعد درجات الحرارة لحين عدنا مكالمة مع المركز الوطني لأرصاد الجوية والزلازل متعرف من خلال على حالة الطقس خلال نهاية الأسبوع صبح بالخير على المتنبئ الجوي عبد الله هلال صبحك الله بالخير صبحك الله بالنور السرور صبحك الله بالخير أستاذ عبد الله صبحك الله بالنور السرور مثل ما نلاحظ أستاذ عبد الله درجات الحرارة ارتفعت ورطوبة قامت تزيد في بعض الأماكن الموجودة في دولة الإمارات يلي تعرفنا عن حالة الطقس إن شاء الله في عطلة نهاية الأسبوع إن شاء الله بالنسبة للطقس طبعا على دولة الإمارات هو بشكل عام مستقر الطقس صحه بشكل عام إلى حار نسبيا نهارا خلال فترة النهار ويكون غائم جسئيا على بعض المناطق يكون معتدل الحرارة خلال الليل والرياح بشكل عام جنوبي شرقي إلى شمالي شرقي خفيفة لهم معتدل تسترع بيوتش نهار أما عن درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم العظمات تتراوح ما بين 38 و 44 درجة مئوية أما الصغرى ما بين 22 و 26 درجة مئوية بالنسبة لحالة البحر خفيفة للمتوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان ارتفاع الموج من قدمين لقدمين على الساحل ومن قدمين إلى أربع تقدام في العم الأيام هذه الحرارة فيها ارتفاع في استقلاف الأحوال الجوية ما في أي مؤثرات خارجية تأثر علينا بس احتمال إن شاء الله ابتداء من يوم اللحظ فيه رياح شمالية غربية وهذه الرياح ممكن تنزل الحرارة يكون فيه خفاف الحرارة نعم جميل المتنبأ الجوي عبدالله لان نشكرك على هذه المعلومات ونشكرك على مداخلتك هذه العفلة كل شكر لك الأستاذ عبدالله لال طبعا مشاهدين بعد ما خذنا هذه المتكلمة المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم موضوع حلقتنا إن شاء الله سنتكلم على المعلومات أو انتقاء المعلومات أو عفوا المشاهدين نتكلم عن الشخص المثقف الشخص المثقف يمكن انتقاء المعلومات يمكن صفة من صفات الشخص المثقف دائما كل إنسان يحرص على تثقيف نفسه في كل المجالات الشخص المثقف يعني دائما تلاحظ عليه مشاهدين الكرام يحب الإطلاع يحب يعرف من كل شيء جانب نعم يعني الشخص المثقف لا يقتصر الشخص المثقف يعني دائما نحن نقول أن الشخص مثلا عنده شهادة علمية أكيد هو مثقف لا هو ما لعلاقة بالشهادة العلمية بل شخصيتها العلمية دائما الشخص المثقف يعقوب مشاهدين الذي دائما يحاول يطلع على الكثير من الكتب قراءة الكتب بمختلف التخصصات أكيد عنده أسلوب الحوار حتى مع الشخصيات العلمية دائما نشوف الأشخاص المثقفين عندهم أسلوب الحوار عندهم أسلوب الإقناع أيضا دائما تكون لهم شخصيتهم المستقلة إذا كانوا متوجدين في مجلس أو في أي مكان أكيد يجذب الأنظار من خلال حديثة من خلال الكلام وحتى أسلوب الإقناع يعني نقدر نقول أنه دائما محب للحوار مع الشخصيات العلمية يطلع دائما على الأحداث اللي موجودة اللي يمر بها العالم الأخبار الأشياء الموجودة فدائما مطلع مثل ما ذكرت أيضا محب للقراءة والكتب بكل التخصصات ودائما يميل للتخصصات اللي هو يحبها صحيح يمكن الثقافة شيء مكتسب في الإنسان ما يكون شيء فطري يعني دائما لكل شخص ممكن أن هذا الشيء المكتسب يمكن أن يكتسب من خلال العوامل المحيطة فيها حاليا نحن نعيش في حاضرنا أنك أنت ممكن تسهل عليك نقل المعلومة أو الحصول على المعلومة من خلال يمكن فيه أكثر من مجال مجال خلنا نقول الجرائد مثلا صحيح التلفزيون وسيلة إعلامية حديثة برامج التواصل الاجتماعي الشخص المثقف يمكن دائما يحرص على يمكن الاطلاع الاطلاع على هذه الأمور ودائما يحرص يمكن نقول القراءة يحب الكتابة دائما يطلع على الأحداث التي تحصل سواء كانت سياسية اقتصادية أو حتى رياضية ودائما مثل ما ذكرت الشخص المثقف يكون مقنع في كلامه صحيح لأنه توجد ثقة بنك معلومات لديه بنك معلومات توجد ثقة في نفسه ممكن نتكلم عن أي جانب برامج التواصل الاجتماعي مثلا يمكن عنده معلومة أو معلوماتين تتكلم عن الرياضة تلقينا عنده فكرة عن الرياضة فدائما الشخص المثقف يحب الاطلاع على كل شيء وعنده من كل جانب جانب أو معلومة وكل الشخص أصلا عنده جانب الثقافة لديه لكن كيف ممكن أن ينمي هذه الثقافة وكيف يتلمي هذه الثقافة يعني من ناحية الاطلاع مثل ما ذكرنا المكتبات والكتب الموجودة ولله الحمد مكتبات مجانية وكتب متوافرة مكتبات توزع في كل منزل منها ثقافة بلا حدود المراكز الموجودة اللي دائما تدعم القراءة ونحن دائما في دولة الإمارات داعمين للقراءة وكان عام 2016 عام القراءة نعم صحيح مشاهدينا من بعد هذا الموضوع ننتقل إلى فاصل قصير ثم نعود بقو معنا اشتركوا في القناة